موسيقى مشاهدينا أهلا بحضراتكم مرة تانية ووصلنا لآخر فكرة عندنا النهاردة ومعينا الخبر بيقول تزايد الضغوط الدولية من أجل التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس فقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين أن اتفاقا للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة مع وقف لستة أسابيع على الأقل للأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس وهو حاليا قيد البحث بالتزامن مع ذلك قدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى لبنان يهدف إلى هدنة مع إسرائيل والتوصل التسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين من جهتها دعت الصين على وقف عمليات العسكرية في رفح في أقرب وقت وهنا بنشوف تغيير في الموقف الدولي من كان مؤيد لموقف إسرائيل من الضرب على فلسطين أو على قطاع غزة لتغيير إلى حد ما إيجابي أن هما ابتدوا يدعوا إلى هدنة ويدعوا إلى وقف الإطلاق النار هنعرف أكتر تفاصيل معينا مع دكتور مخايل ماهر نبيه أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية للعلوم معينا النهاردة في الستوديو إزاي حضرتك دكتور أهلا بحضرتك دكتور حابين نعرف من حضرتك لو هنتكلم في بداية الأمر عن فلسطين وعن تطور الأحوال الفلسطينية في الوضع الحالي ومن رؤية حضرتك إيه موقف المجتمع الدولي من القضية في الوقت الحالي طيب نتكلم الأول عن الموقف في غزة كان في وقت سابق إسرائيل أعلنت منطقة رفح أو صنافتها لأنها منطقة آمنة وعلى المقيمين بغزة أتوجه إلى ناحية الجنوب والإقامة في رفح صحيح ثم مؤخرا أعلنت أنها بصدد القيام بعملية عسكرية في منطقة رفح وأعلنت مدينة أم آسف المواصي على أنها منطقة آمنة وعلى المقيمين في رفح التنقل إليها وده ينبئ أو قراءة المشهد يقول أنه مشهد في منتهى العباسية يعني الحرب تغيير الأكوال كتير الحرب منذ بدايتها لم تكن معلنة من حيث الخطط ربما أعلن أهداف غير قابلة للتطبيق إلا أن الخطط أنا شايف فيها تضارب واستلهام اللحظة اللي هو ما فيش رؤية واضحة ماذا سنقوم بفعله يعني صحيح لأنه تعتبر الرفح كانت الملاز الآمن الأخير للفلسطينيين خصوصا أنه لما ابتدت الحرب أو ابتدت يعني الضرب على فلسطين كان الجانب الإسرائيلي بيستهدف شمال الكطوع وبعدين لقينا أنه هو ابتدى يستهدف منطقة الوسط أو بعد كده ابتدى ينزل على الجنوب كمان اللي هو قال للمواطنين أن هما محتاجين بالظهر أما فيما يتعلق المشهد الدولي المشهد الدولي متباين بمعنى في دول بالفعل لها جهود في حل الأزمة وعلى رأسها مصر وبنلاقي الأردن بنلاقي فيه زيارة لرئيس تركيا برضو للدخول في مشاورات ونجد على المقابل دولة زي أمريكا متناقضة أو أراءها متضربة في الموقف وده نتيجة حاجتين الحاجة الأولى أنها في بعض التصرحات بتحاول ترضي الأطراف العربية خصوصا أننا المجتمع العربي بدأ يفقد المصدقية في أمريكا يعني كان فيه عدم استمرار التواصل وبنشوف دوت مثلا في رد فعل السعودية في الفترة المؤخرة تجاه أمريكا ده جانب والجانب الثاني أحنا سنة 24 في انتخابات أمريكية فالرئيس الأمريكي على الجانب الآخر يداعب أو يدغضغ مشاعر اللوبي اليهودي عشان يكسب الأصوات فنلاقي تضارب في الأقوال أو تضارب في التصرحات ويمكن الملاحظة أن التصرحات الأمريكية تبدو أنها لا تعي الفرق ما بين التصريح على الملأ والتصريح في الغرف المغلقة هو يدار أو تضار العملية الإعلامية في أمريكا كما لو كان يخاطب العالم العربي في غرفة مغلقة ويخاطب المجتمع اللوبي اليهودي وإسرائيل في غرفة أخرى لكن يعني حديك ذكرت التصريح اللي قام بيه رئيس جو بايدن في فكرة الهدنة بس كمان هو جزء من التصريح ده كان بيتكلم عن الإفراج عن الرهائن من وجهة نظر الحديق هو كان بيحاول يعني كل جزء من التصريح ده بيخص مجتمع زي محضرتك قلت فهل ده ليه تأثير فعلا على أرض الواقع ولا هو مجرد تصريح أنه عشان يكسب الطرفين إلى حد ما طيب هو برضو الملاحظ على تصريحات بايدن يظهر نفسه كما لو كان الرجل الفاعل في الملف في منعزل عن السياسة الأمريكية لكن على أرض الواقع لا ده مجرد تصريحات وهي يعني ولو استرجعنا محكمة العدل الدولية بالمناسبة إسرائيل كان في إمكانها عدم المسؤول أمام محكمة العدل الدولية أعتقد أنها مسألة أمام المحكمة بتوجهات أمريكية اللي كسب نقاط معينة مش هندخل فيها دلوقتي لكن أعتقد أنها مجرد تصريحات طيب في الفترة الأخيرة عشفنا تزايد من ضغوطات الدول دي على إسرائيل بطلب وقف الإطلاق النار أو هدنة لوقت معين هل التزايد ده هيكون ليه تأثير أنه إسرائيل ممكن تردخ فعلا وتوقف الحرب لمدة معينة أو لهدنة أو لمدى أطول طيب هو رؤية شخصية في أن الحرب أعتقد أنها ستنتهي قبل دخول إسرائيل في احتفالات أعياد الفصح لإعتبرات أمنية عشان يقدر يدير الأعياد دي خصوصا هو موسم سياحي بشكل أمني أفضل فأعتقد أنه يتزامن معاه إيقاف الحرب أما فيما يخص أضغوط الدولية عندنا مشكلة هي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يضحي بالمصلحة الإسرائيلية لكسب مصالحه شخصية فبالتالي إذا دخلنا في مصالح شخصية أعتقد أنه سيلتفت أو يغض النظر عن أضغوط الدولية يعني إسرائيل كان بيتقال عن أنه في بعض من الأشخاص في الحكومة الإسرائيلية حاليا متطرفين إلى حد ما فكانت التصريحات دايما بتاعتهم باستمرار الحرب بالعكس يعني حتى التصريحات اللي طلعت أخيرة على ضرب رفح وتفكير في تهجير الفلسطينيين فدي أنا شايفة أنه هو الموقف بيتصاعد فمن رأي حالك التزايد في الضغوط الدولية هل فعلا هيصد التصاعد من ناحية الإسرائيلية؟ بالمناسبة بس قبل ما ندخل في جزء دي تحليل فكرة التصريحات العدائية من القيادات الإسرائيلية ناتج إلى أن الحزب الحاكم هو حزب اللي كود حزب اللي كود بمناسبة لما بدأ سنة 65 كان يصنف نفسه على أنه حزب لبرالي يميني وسط لكن فيما بعد يعني من بعد سنة 77 صنف نفسه على أنه يمين أو أقصى اليمين وده معناه أنه يعلن أنه يمين متطرف فلا نستبعد فكرة الاستمرارية في الحرب إلى أعتقد المدى المؤثر فيها هو دخول أعياد الفصح لكن الضغوط الدولية هي الضغوط الدولية دي من أول يوم في الحرب لكن ما كانتش من كل الدول يعني كان فيه تغيير من بعض أراء الدول زي مثلا فرنسا ففرنسا كانت في أول أم كانت بتقول أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها لكن للوقت فرنسا بتدعو إلى حل المشكلة من مشكلة الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة أو الدولة الفلسطينية وكمان شفنا الصين وتصريحاتها بالطلب أو دعت لهدنة بين الطرفين في الفترة الأخيرة فتقريبا فيه يعني تغيير إلى حد ما في الأقوال هل التغيير ده الأهداف معينة ولا التغيير فعلا لحل المشكلة طيب قبل الدخول في جزئية ديت عادة أي أزمة ما بين مجموعة دول أو دولتين يبقى فيه محفل سياسي دولي وفيه دول كتير بتتصارع على أن يكون لها مقعد في هذا المحفل يعني كيف يفوت المحفل السياسي العالمي بهذا الشكل وما يكونش ليه دور فاعل فيه على الأقل مجرد تصريحات ده على الأقل دور السلام يعني أنا حليت المشكلة لكن هل هو الدخول في المحفل بنيت الحل الفعلي ولا أظهر بما يظهرني كدولة فعيلة في المجتمع الدولي فلا نصق بالمناسبة في مدى مصدقية إعلان الدول ما لم يكن لها دور فاعل في الموقف طيب لو رجعنا للأخبار اللي ابتدت يعني مؤخرا احنا مبارح ابتدى الاجتماع الرباعي بين يعني كان فيه تمثيل أمريكي وتمثيل قطري ومصري وكمان كان فيه تمثيل إسرائيلي هل الاجتماع ده هل هنشوف فيه فعلا إيجابية فيه وقف اطلاق النار وتهدئة للوضع في الأيام المقبلة هو تقريبا مستمر لمدة 3 أيام فرؤية حضرتك للاجتماع ده وتأثيره على الوضع اللي بيحصل دلوقتي كان إلى الآن يعني تصريح أعلنته أكسيوس الأمريكية نقلا عن مصادر إسرائيلية لم تعرب عن أسماء اللي قدلوا بالتصريحات أن يوجد عرقلة بخصوص مطالب حماس في الإفراج الزائد أو طلباتهم في الإفراج عن عدد أكبر من المتاح ده ده إلى الآن يعني يعني إيه أكبر من المتاح؟ يعني عملية المفاوضة هو ديل هتديني إيه مقابل إيه تمام فأنا هفرجلك وليكن يعني سي عن عشر محتجزين مقابل عشر محتجزين فقيل على موقع أكسيوس أن جماعة حماس تطلب عدد أكبر من المناسب في هذا الاتفاق بس يمكن ده يكون بيرجع لأنه المحتجزين الفلسطينيين عددهم أكبر من المحتجزين أو الرهائن كويس لكن بالمناسبة في الاتفاقات المشابهة مش بتتقيم مين مقابل مين هو بتوضع في إطار اتفاق شامل يعني قد نطلب عدد معين أكبر في الكفة دي مقابل حاجة أخرى يعني يعني مش بالضرورة تبقى متقابلة في الأرقام تمام فالاجتماع ده ممكن نشهد منه؟ أعتقد إن شاء الله أنه يسمر في أنه يصل إلى توقف إسرائيلي عن المهازل اللي بتحصل كمان النهارده الرئيس التركي أردوغان سيزور وصل الكاهرة لاجتماع مع الممثلين المصريين برضو لمناقشة الحلول لقطاع غزة والوضع الراهن في قطاع غزة فرؤية حضرتك من الاجتماع ده وإيه اللي هينتج عنه؟ طيب هو تركيا أحد الدول المطلة على البحر المتوسط تمام ومؤخرا صنفت منطقة شرق المتوسط على أنها منطقة وعيدة في إنتاج المواد البترولية صحيح والحرب الدائرة تؤثر بشكل أو بآخر على أداء الأداء الاقتصادي لمنطقة شرق المتوسط فإذن تركيا متأثرة اقتصاديا بالوضع الحالي فأعتقد أن المشعورات في المقام الأول اقتصادية ونشير إلى أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة فبالتالي هو أعتقد أن الهدف سياسي مدفوع بدافع اقتصادي يعني حضرتك شايف أن من نظرك أنه فيه كمان عامل اقتصادي مع العامل السياسي في الاجتماع ده طيب لو رحنا لفكرة تغيير الأقوال من الجانب الإسرائيلي بالنسبة لنزوح الفلسطينيين للأماكن الآمنة يعني احنا تكلمنا عن هدف الأول بسحابين نعرف أكتر يعني هنوصل لفين لأنه كان منطقة رفح تعتبر الملازل الأخير الآمن للفلسطينيين في الكطاع وإسرائيل غيرت أقوالها كذا مرة من الضرب على شمال الكطاع لضرب مناطق مختلفة كتير في الكطاع لغاية ما وصلت إلى الجنوب عند منطقة رفح فرؤية حركة الموقف ده هيتصاعد لغاية فين إن هما يعني وصلوا للفلسطينيين هما خلاص يعني في آخر ملازل آمن لهم أنا رؤيتي إنها ما هي إلا عملية نوعية لإطالة أمد الحرب رؤية الشخصية أن اليوم التالي لانتهاء الحرب هو نهاية رئيس الحكومة الإسرائيلية انتهاء السياسي فأعتقد أنه يطيل أمد الحرب لوقت يجد فيه مخرج للأزمة الأزمة شخصية بالمناسبة مش مقصودش الأزمة في الحرب بمعنى أنه شخصيا أعتقد أنه سيلاحظ قضائيا بعد انتهاء الحرب خصوصا لأنه كان فيه صغرات أمنية قدت إلى هجوم 7 أكتوبر فبالتالي أعتقد إمادة مد أو إطالة أمد الحرب ده أحد أهدافه عشان يجد مخارج ليه هو شخصيا من مسألة طيب لو وصلنا لرفح وهي رفح تعتبر خط الأحمر للدولة المصرية في تصاعد الوضع الحالي رد الدولة المصرية هيمثل إزاي في الموقف الحالي خصوصا الموضوع متعلق بمعاهدة السلام فيعني من روجة النظر حضرتك يعني إحنا كدولة هنعمل إيه في الموقف يعني الوضع ده طيب هو الدولة المصرية أعلنت أنه إحنا جاهزين لكل السيناريو هاته ده جانب الجانب الثاني قبل ما نتكلم عن تفاصيل الجزئية نشير إلى أن اتفاقية السلام كانت أو من شأنها أنها حفظت السلام في المنطقة لخمسين سنة تقريبا والاعتداءات الإسرائيلية قد تدفع الجانب المصري إلى تعليق المعاهدة وحتى التصريحات الإسرائيلية كمان مستفزة للجانب المصري هننكلم عن التصريحات دي يمكن جوزئية تانية لكن فكرة وبالمناسبة التعليق هنا مش هيبقى قرار قد ما هو فرض أمر واقع يعني إسرائيل قد تفرض الأمر الواقع على تعليق المعاهدة أما فيما يتعلق بالتصريحات أنا ممكن لسا كنت أعيل أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية ينتموا لحزب الليكود يعني مثلا إتمر بن غفر سيل تصريحات والفترة حالية بالمناسبة ممنوع من حضور اجتماعات إعداد الحرب لأنه بيخرج من غرفة الإعداد إلى الإعلام طيب يعني يمكن الموضوع كبير وفيه أسئلة كتيرة مطروحة دلوقتي في المجتمع الدولي وكمان في مصر لكن هنتكلم فيه أكيد في حلقات تانية دكتور مخايل ماهر نبيل أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية للعلوم نشكر حضرتك على وقتك معينا ومشاهدينا نشكركم على حسن استماعكم ونشوفكم في حلقة جديدة من صباحنا اشتركوا في القناة